هنا أوكرانيا وهذه نشرة أخبار اليوم تأتيكم من نيو اي تي في في العاصمة كيف معكم يامن خضور أهلا بكم احتفلت أوكرانيا اليوم الأول من سبتمبر بيوم المعرفة والعودة إلى المدارس وفي هذا العام الاستثنائي يعد توفير الظروف الصحية الآمنة أثناء عملية التعليم من الأولويات الوطنية الكبرى وخصيصا لهذه المناسبة هنى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الطلاب وأشار إلى أن الامتثال لقواعد الحجر الصحي من قبل المعلمين وأولياء الأمور سيساعد الجميع في التكيف بسرعة مع ظروف التعليم الجديدة التعليم عن بعد لم يكن مجدياً بالنسبة للأطفال المهم معهم هو التواصل الفعلي وإجراء حوار واقعي وشعورهم بالحرية وهذه الأمور لا يمكن الحصول عليها إلا في المدرسة أنا متأكد من أن التعلم الفعال والمثمر يكون في اللقاء الحقيقي بين المعلم والطالب وليس عبر الإنترنت على الرغم من أننا جاهزون لهذا الشكل من التعليم في حال أصابتنا موجة كبيرة من ويروس كورونا لقد قمنا بتجربة واحدة وكانت ناجحة إلى حد ما الأول من سبتمبر يعامل عادة معاملة العيد الوطني لكن هذا العام الاستثنائي غير كل شيء فالعديد من مظاهر الفرح التي اعتاد الناس عليها ممنوعة الآن بسبب قيود الحجر الصحي حتى أن المدارس في أربع عشرة منطقة حمراء لم تفتح أبوابها كيف احتفلت أوكرانيا بيوم المعرفة؟ تابعوا معنا التقرير التالي يوم المعرفة لم يكن عادياً هذا العام حيث اتيح الدخول للمدارس بالكمامات فقط وصحاب الأهل اقتصر على طلاب الصف الأول فقط ارتدي الكمامة لو سمحت بشكل جيد وعقم يديك قبل الدخول ممرات المدرسة والمكتب مليئة بالمطهيرات ومقيس الحرارة حتى لا يتجاوزها الأطفال طورت طرق خاصة وتعامل القائمون مع هذه المهمة على أكمل وجه وستخصص حافلات مجهزة وبعض المدارس ستوزع العمل على ثلاث نوبات الصفوف الرابع والخامس والسادس ستدرس في فترة الدوام الثاني وأيضاً الصف العاشر سينقل إلى دوام آخر سيداوم بعض الأطفال لثماني ساعات البعض سيأتي عند التاسع إلى الربع وآخرون عند الثاني عشر وعشرين دقيقة وآخرون في الواحدة إلا ربع بناء على توصية من وزارة الصحة الأوكرانية ستعقد بعض الدروس في الهواء الطلق وهذا ما يجعل الأهل سعداء يقولون أنهم يتفهمون جميع القيود لأن أحداً لا يريد العودة إلى التعلم عن بعض سنتبع هذه الضوابط مهما كانت وسنلتزم بها حرفياً بعد التجربة نقول أن الجمع بين البيت والتعليم أمر غير مجد وفي مدرسة الدنيبرو الثانية والستين رن الجرس الأول أرسل المعلمون تهنيئة بالعام الدراسي الجديد عبر شاشات التلفزيون وفي أوديسة ألغيت الأوقات الرسمية تماماً وجاء تلاميذ المدارس إلى الفصول الدراسية في أوقات مختلفة لم يقرع الجرس الأول اليوم في كل مكان فقد قرر مجلس المدينة في إبانا فرانكيفسك تمديد العطلة حتى الحد عشر من سبتمبر وامتنعت عن استقبال التلاميذ عدة مدارس في عشر مدن وإحدى عشر بلدة العام الدراسي بدأ رغم الصعوبات إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ لا أحد يعرف وحقيقة أن الإنفلونز الموسمية ستصل في غضون شهرين لتضاف إلى الوباء تجعل فرضية التعلم عن بعد أمراً إلزامياً مفروضاً على الجميع بالتساوي أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانف خلال مقابلة مع إحدى القنوات الأوكرانية أن وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ستعملان على اتخاذ تدابير من شأنها ضمان سلامة الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية أثناء الانتخابات المحلية التي ستقام في أوكرانيا في أكتوبر المقبل نعمل الآن على تطوير بعض التدابير لضمان سلامة أعضاء اللجان والناخبين الذين سيأتون إلى مراكز الاقتراع ومن بينها تأمين إجراء عملية التصويت بالنسبة للأشخاص المعزولين أو الذين يتلقون العلاج في المنزل يجب أن لا تستغل قيود الحجر الصحي كأداة سياسية وتأمل وزارة الصحة في أن تقدر السلطات المحلية خطورة الوضع وفي الوقت الذي ستنطلق فيه الحملات الانتخابية في أوكرانيا في الخامس من سبتمبر أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية تسجيل أكثر من ألفين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا وأن أوكرانيا تحتل المرتبة الخامس والعشرين في إحصائية منظمة الصحة العالمية خلال اليوم الماضي ارتفع عدد الإصابات إلى الفين وثمانين وثمانين إصابة جديدة تعافى منها ستمائة وثمانين شخصا وتوفى ثمانية وأربعون فيما تتصدر أقاليم خاركف وأودسا قائمة المناطق الأكثر إصابة رحبت منظمة الصحة العالمية بتخفيف قيود الحجر الصحي في بعض البلدان بشرط تزاومن هذه الإجراءات مع السيطرة على الوضع الوبائي في أي منها وقال المدير العام للمنظمة مخاطبا من تظاهر مؤخرا في ساحات بعض العواصم الأوروبية ضد الحجر الصحي أن فيروس كورونا ما زال يمثل تهديدا حقيقيا للحياة البشرية منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها الكامل لإجراءات تخفيف الحجر الصحي التي شرعت بها بعض الدول لما لهذا الأمر من فوائد اقتصادية واجتماعية نحن نؤيد ذهاب الأطفال إلى المدارس وعودة الناس إلى العمل شريطة أن يتم ذلك تبعا لإجراءات الأمان وفي الوقت نفسه نصر أنه لا يمكن لأي بلد أن يتظاهر بانتهاء الوباء هذا الفيروس التاجي خطير وسريع العدوى ويمكن أن يكون قاتلا لأي أحد من جميع العمار والكل عرضة له قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال أن أوكرانيا ستفتح حدودها أمام المواطنين الأجانب في حال انخفضت نسبة الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين وكانت أوكرانيا قد أغلقت الحدود أمام الأجانب لثلاثين يوما بدءا من الثامن والعشرين من أغسطس وحتى الثامن والعشرين من سبتمبر وذلك بسبب زيادة قياسية حدثت في عدد المصابين أعلن فلادمير أوكارا نائب المدير العام لمطار بلتافا عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية تحديث مطار المدينة والتي شملت القاعات والمرافق العامة مضيفا أن العام القادم سيشهد إعادة بناء المدرج وأفاد أوكارا أن الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي اطلع في وقت سابق على المشروع ووعد بتخصيص 425 مليون هريفنة لتمويله لا أحد يطير إلى بلتافا لأن المطار غير صالح للعمل وعندما هبطنا فيه أدركت هذا الأمر لقد انتابني شعور بأن هذه هي رحلة الأخيرة مدرج المطار في حالة يرثى لها ويحتاج للتحديث والإصلاح وبناء على ذلك فإننا سندرج مطار بلتافا في الحزمة الثانية من برنامج الإنشاءات الضخمة ستكون هناك مطارات في جميع المواقع المهمة في أوكرانيا وسنبدأ في بنائها في عام 2021 مع بدء العام الدراسي الجديد أعلنت بعض المصانع والمؤسسات في بيلاروس إضرابا عن العمل كما انضم طلاب الجامعات في يوم المعرفة إلى الاحتجاجات وجمع التوقعات على عريضة تدعو لاستقالة لوكاشينكا لكن أجهزة الأمن البلاروسية اعتقلت طالبين من المشاركين في الاحتجاجات بداية العام الدراسي في ظل الاحتجاجات البلاروسية موضوع تقريرها التالي مع بداية العام الدراسي الجديد تتواصل الاحتجاجات في مدن بيلاروس حيث قام المتظاهرون صباح اليوم بإغلاق بعض الطرق وتقاطعات النقل الرئيسة في البلاد ونشرت دعوات لاستقطاب المزيد إلى الإضراب عن العمل في يوم المعرفة دعوا طلاب لتشكيل لجان إضراب خاصة وتجمعوا بالقرب من مبنى وزارة التربية وشمعوا توقعات على عريضة تدعو لاستقالة لوكاشينكا في هذا المقطع تحاول قوات الأمن البلاروسية اعتقال ناشطين كان يجمعان التوقعات تراجعي أنت تعرضين نفسك للمسؤولية ماذا فعلت؟ ما زلت صغيرة جدا للمشاركة في هذه الألعاب أغلق الهاتف لماذا؟ لمشاركتك في تظاهرات غير مصرح بها نحن الآن في حرم جامعتنا نظم طلاب الجامعات مسيرات جابت شوارع العاصمة مينسك والتقت في ساحة الاستقلال كما أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بدء الإضراب عن العمل ظهر اليوم الطلاب والتلاميذ في المدارس البيلاروسية كانوا على موعد مع مسؤولي الأمن الذين حضروا إلى الصفوف بحجة تقديم دروس في الدفاع عن النفس أليكسندر لوكاشينكا كان قد هدد سابقا بتسريح المعلمين في حال مخالفتهم قوانين الدولة أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني الاشتباه بعمليات احتيال مالي ضخمة قام بها ماليكو إحدى الشركات المالية في أوكرانيا باستخدام التسويق الهرمي الاحتيالي ووفقا للتحقيقات فإن عشرين شخصا وأكثر من مئة مكتب حقوقي شاركوا في تنظيم تسويق هرمي حيث جمعوا الأموال من المواطنين باستخدام حسابات منظمات خيرية تحت سدار الاستثمار ويقدر إجمالي الدخل غير المشروع من خلال التحقيقات الأولية بربع مليار دولار وكان جهاز أمن الدولة الأوكراني قد حضر أنشطة شركة الهرم المالي بيتو بي جروب والذي بلغ عدد موضعيها أكثر من ستمائة ألف شخص وصادرت المحكمة ممتلكاتها أعلنت ودارة الشؤون الاجتماعية الأوكرانية عن تقديم مساعدات مالية لأولياء الأمور ممن لديهم أطفال حديثي الولادة بدلا من حزمة صندوق الطفل التي كانت تقدم لمرة واحدة وذلك بدءا من الأول من سبتمبر وأفادت الوزارة بأنه يمكن استلام المعونة المالية البالغة خمسة ألاف هرم عن طريق إصدار بطاقة خاصة في بريفات بانك وذكرت الوزارة أن الحصول على هذه المعونات يتطلب تقديم طلب في قسم الحماية الاجتماعية في مكان الإقامة مرفقا بنسخة من شهادة ميلاد الطفل وشهادة من المستشفى ونسخة من الهوية أو الرقم الضريبي نهاية النشرة قدمناها لكم من يو اي تي في شكرا لحسن المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة